في بداية الحلقة بيكون عرص عزيزة بنت أبو بسام على شكري أبو سروري بيحكي لأبو ساتور أنا ما رضي تجيبك حتى ما تواجه حازمه مرته وتنكشف لعبتك وأبو ساتور بيقول له لا أجيبني حتى أقلع أعيونه وفهمه أنه ما دخلني بمقدة لأبوها أبو سرور بروح من عند أبو ساتور وأبو ساتور بيقول له قول بدك تشلحني المصاري اللي أخذتهم من عم مرتك أرجال الحارة بيكونوا في نص الحارة وبقولوا الحارة ما فيها خبز وأبو سرور بيجي وبقول لطحين موجود بقولهم العقيد شكري رح يخبركم وبقول أنا وسط على الطحين أبيض بكرة رح يوصل ويشتغل الفرن والزعيم أبو عزام بيجي وبقول أنت كيف بتحكي وفيك براية للحارة وشكري بقول له أنا العقيد وبقول له أنا العقيد دبرت للطحين اللي عجز عنه كبراية للحارة أبو عزام بيقول إحنا ما عجزنا ندبر صحين بس الفرن بإيدان الناس ما بتخاف الله أبو عزام بيقول اللي بدي يوقف مع شكري لا يقرب ناحية رجال الحارة وشكري بيقول اللي بدي خبز اليوم ييجي يوقف معي وما حال بيوقف مع شكري ابن رسمي بتروح لعند أرضها وجوز المحامية بكون واقف فيها وبقولها هاي مو أرضك أبو عادل بيحكي لمحجوب لازم تقطع صيرة أختك عن لسانات الحارة ومحجوب بقول له أنا أختي أشرف من الشرف واللي بدي يجيب صيرتها أنا دعبها وشكري بقول له خراسي ولاك لو شرفك غالي عليك ما بتمشي بين الزلم وأختك برا البيت وبيتهاوس شكري ومحجوب أبو عزام بييجي وبينهي الهوشة شكري بيحكي لأبو محجوب لازم يموت وأبو بقول له لا لازم يطلع عن الحارة وأبو رمزي بكون ملتم وبيروح لعند بيت محجوب وبدق الباب وبيهرب وبيكون معه مسدس وبيضرب النار على محجوب بس ما بتيجي فيه المحامية بترد تروح لعند الجنرال وبقولها إيش طلبك وبتقول له عندي طلبين الأول إطلاق صراح السيدة وسيلة والثاني إطلاق صراح الصحفي مراد